سأتدخل معك في موضعينا لأول أنك شعر القديم ما هو الشعر القديم و ما الفرق بينه وبين الشعر اللي لحين طبعا أنا أقول أنه طبعا أنا أنت انحياز كل شيء كديم حتى على المستوى الفن عندي انحياز للفن القديم وعندين حياز للشعر القديم وعندين حياز للمجالات كلها القديمة ولا ألغي الشعر الجديد ولا ألغي الفن الجديد بس أجدهم يكتبون عن مواقفهم أنا أشوف القصيدة موقف ما أشوف القصيدة مثلاً علشان أتواصل مع الناس طبعاً أنا من اليوم أن أتكلم على أني متذوق ولا طلعت من دائرة متذوق أني شاعر لذلك كلام المتذوق يحسب علي هذا موضوع الشعر القديم ووجهة نظرك فيه الشعر اللي الآن اللي تقولنا جلسين يندون على قصيدهم هل مثلاً الشاعر يختلق شيء معين ويتكلم فيه عشان بس تنتشر قصيدته إيه موجودين وطبيعي ومن حق الشاعر اللي يكون مثلاً عنده متابعين هذا لأنك عنده في النهاية ما هو جايك كل يوم موقف فلازم أنك تختلق موقف عشان تكتب عليه ومن حق الشاعر